كم للطفلة الراضية عفراء التي ولدت في شمال سوريا خلال الزلزال المدمر والذي وقع هذا الشهر مع عمتها وزوج عمتها بعد وفاة والديها وإخوتها في هذه الكارثة وأظهرت لقظات انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الزلزال رجل إنقاذ أو رجل إنقاذ وهو يندفع أسفل تل من الأنقاض ثم يحمل مولودا يغطيه الغبار وذكر لاحقا أن المولود طفلة وأنها ابنة عبدالله وعفراء مليحان الذين لقيا حتفهما للأسف في الزلزال مع باقي أطفالهما في مدينة جنديرس الواقعة تحت سيطرة المعارضة في محافظة حلب السورية مزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبن تينات من جنديرس خليل شامي زوج عمتة الرضيع عفراء سيد خليل مرحبا بك أهلا وسهلا عفراء على إيدك هاي شايفينها نحن ايه عفراء هاي الحمد لله على سلامتها هاي الطفلة يولدت أحراء إنقاذ الله يسلمك يا رب طيب حكي لنا حكي لنا سيد خليل شو اللي صار كيف يعني كيف عرفتوا بولادة عفراء التفاصيل من وقت ما تم إنقذها والحمد لله من تحت الأنقاذ حتى وقت استلمها يعني شو اللي صار لا ستتنين الفين وثلاثة وعشرين الساعة أربعة وسبعة عشر دقيقة صار الزنزال أنا كنت فايغ بيوميته صباحا هو ساكن حدي هو عبد الله ابن عمي وأنا أخذ أخته فصار الزنزال قوي كتير فطلعت من البيت بعد ما خلص طلعت من البيت لقيت البناية كليتها كان ساكن ببناية أربع شغاف ووقع كلها على الأرض طلعت عليه بلشتن هذه أبردين أبردين ما أرد علي فكان هنا بجن ديرس الدفاع المدني ما كان عنده آليات ولا أي شي بلشنا نحفر ببيدين وكذا ما استفادين اشياء دقيت لصديقي بإدلب بعثلي باقر وتركس بعثلي وبلشنا نحفر تقريبا الظهر بعد الظهر لقينا عفرة والدتا الطفل وأنا جوا من الشباب قالوا لي تعالي شوف الحرم هاي التعرف عليها بتعرفها فأجيت لعندها وأنا محفر قلت لهم هاي عفرة بنت عمي وأنا محفر بأيدي فطلع صوت فقلت لهم أبردين الله يرحم عايش عايش وكفلت النوب حفر النوب فطلعت هاي البنت كانت والدتها ولادة طبيعية وكان الله يرحم الله يرحم أريبك طبعا ولكن كل الدنيا تعرف عن عفراء الكل سمع عن هاي الطفلة وسميت الطفلة المعجزة قالوا عنها آية وقالوا عنها أشياء كثيرة جدا ولكن أسميتها أنت عفراء يعني على اسم والدتها آية أنا ما سميتها آية هو مدير المشفى هو اللي سمها آية وأنا قلت له ما بسمي آية بدي سميها على اسم عفراء وأنا إجتني بعد ما ولدت عفراء بيومين إجتني كمان بنت وسميتها كمان عميتها كانت معهم ووالله يرحم ذات سميتها على اسمها عطاء وعفراء نعم طيب يعني الآن عفراء معك طيب مسألة استلامها عرفنا أنه كان فيه إجراءات متعلقة بالتأكد من أنه أنت فعلا أسرتها وأنه يعني أي التفاصيل اللي دارت بشأن مسألة استلام البنت استلام عفراء من المستشفى حتى تكون في حضانتك وحضانة زوجتك حطتها بالمشفى وتعرف أنه صارت كثير عالم على التواصل وكذا أنه يطلبوا أنه يتمنون وكذا وشي وطلش حكي كثير يعني فرحنا أنا وزوجتي مشان نستلمها نطلعها من المشفى فإجت الشرطة هون والجنائية سألوا الجيران وكذا يتحققون بالأمر فطلبوا تحليل الحمضة النووي أخذوه من زوجتي ومن الطفلة عفراء وبعد خمس أيام جيت استلمتها من نشؤون من هون من جندير السلمون إياها نعم طب هلأ صار عندك اتنين ببيات صغار ما شاء الله يعني التجربة بقى أحكي لنا عن تفاصيل وجود طفلتين ببيات لسه مولودات في نفس المكان قديش بيبكوا قديش بيصرخوا قديش بتناموا هلأ الحمدلله والله مبسوطين لو عندي عشرة نوب ما أقول لا والحمدلله الله رزقني بعفراء يعني صارت هي حياتي كل الدنيا لأنه أبوها الله يرحم وكان غالي علي كتير الله يخلي لك إياها ويخلي لك ولادك كمان سيد خليل ويعني يعني يرزقك كده أنك تقدر ترعيهم وتبرهم جميعا وهم ان شاء الله يكونوا يعني أطفال ضطفاء كده على القلب طيب سيد خليل سؤال بعيد عن يعني عن هذا الأمر في ظل هذه المأساة وفي ظل الأوضاع السورية الحالية يعني الوضع سيء والكل محتاج مساعدة وهلأ حملك صار أكبر صار معك كمان ببيات اتنين اتنين اطفال صغار منهم هاي البنت اللي تولدت تحت الأرض يعني أخبرنا كده يعني كيف بدك تمشي الدنيا كيف كيف الأوضاع عندك قد إيه بتتأثروا الحمد لله الأوضاع يعني الحياة بدأت تمشي يعني أنا عرض عليه بأنه أطلع برات سورية فيها الإمارات فيها على أوروبا فأنا رفضت هالشي ما قبلت نهائيا فأنا خلاص أبوها وأمها هون ندفنوا بسوريا رحبها بسوريا ما رح أطلع من سوريا طيب طيب قديش كان عندها أخوات وأهل عفراء كان عندها ثلاث بنات وأخ الله يعوضها بكم إن شاء الله يعني هلأ صار عندها أب وأم يحبوها بإذن الله وعندها أخوات كمان وعندها توأم يعني عندها أخت كمان توأم ولدت بعدها بيومين طيب يعني بردو سيد خليل خليني كمان أسألك احتياجات وجود أطفال بالبيت هل لديكم الاحتياجات هذه متوفرة هل بتقدروا تشتروها من المناطق القريبة هل الأوضاع أصبحت أيسر يعني كمان الجو بارد كتير كما نعلم يعني هل هذه الاحتياجات متوفرة الآن لديكم هلأ مو كل شي متوفرة عندنا بس مشينا أمورنا الحمد لله يعني بالموجود هون بالمحرر عم نمشي أمورنا يعني نعم طيب الله الله يرزقك سيد خليل برزق هؤلاء الأطفال ويوسع رزقك بإذن الله بهذه الطفلة المعجزة فعلا ولدت تحت الأنقاض وخرجت من رحم الموت إلى الحياة شكرا جزيلا سيد خليل شامي زوج عم أراضيع عفراء التي ولدت تحت الأنقاض في مدينة جنديرس جراء الزلزال كنت معنا عبر إنترنت من جنديرس لك جزيل شكرا موسيقى موسيقى